ايه هي بقى المعدن الندرة؟ الحديد، النحاس، الزينك، المنجنيز، السيلينيوم، اليود، الكروم، الفلورايد، وعنصر اسمه المولبيدنوم هنبدأ على طول عشان عندنا يعني كلام كتير قوي عايزين نخلصوا الحلقة دي هنبدأ بالكالسيوم والكالسيوم ده أهميته انه بيحافظ على قوة العظام والأسنان وبينظم عمل الأعصاب والعضلات وضروري للتجلط الطبيعي للدم الكالسيوم كمان ضروري لتنظيم الإنزيمات وتنظيم ضغط الدم الكالسيوم موجود فين؟ موجود في الحليب ومشتقاته كل الناس عارفة كده موجود في السمك كل الناس عارفة كده لكن هل ناس كتير تعرف أنه من أغنى مصادر الكالسيوم هو السمسم؟ السمسم واللوز والخضار اللي ورقه أخضر أي خضار ورقه أخضر مليان كالسيوم؟ أنا بقول كده عشان الأمهات والأطفال فيتامين دي والإينوسيتول والفوسفور والماغنيسيوم بيساعدوا الجسم أنه هو يمتص الكالسيوم كويس في حين أنه فيه مواد تانية تمنع انتصاصه زي إيه؟ زي الكميات الكبيرة من الملح الناس اللي بيحطوا ملح كتير على الأكل والملينات وبعض الأدوية المدرة للبول وبعض المضادات الحيوية والجرعات الدوائية الكبيرة من أقراز فيتامين به المركب عرفته بقى الناس اللي بياخدوا فيتامين به كل يوم كل يوم ممكن يبقوا مش منتبهين أن فيه زيادة عن الحد في الجسم مش بس ده له خطورة لكن بيمنع الجسم ده من امتصاص الكالسيوم عشان كده التوازن يا جماعة مهمة قوي ومهم أن احنا ما ناخدش حاجات عمياني ومهم أن احنا ناخد الفيتامينات والمعادن مبدئيا من مصادرها الطبيعية قبل ما نلجأ للدواء تاني المعادن الأساسية اللي هنتكلم عنه هو الصوديوم وده اللي بيشتغل مع البوتاسيوم لتنظيم سوائل الجسم والتوازن الحمضي القلوي في الجسم عشان كده الصوديوم مسؤول عن إيه ببساطة مسؤول عن ضبط ضغط الدم ومسؤول عن عمل الأعصاب والعضلات الصوديوم موجود فين؟ موجود في ملح الطعام والأطعمة الملحة اللي هي أصلا فيه أنواع كتيرة موجود في كتير قوم الجبنة والأسماك والسلصات وهكذا البوتاسيوم والكولورايد يساعدوا على امتصاص الصوديوم طب إيه اللي يمنع امتصاصه؟ بعض الأدوية المدرة للبول بعض المضادات الحيوية وأدوية الإسهال تالت المعادن الأساسية هو البوتاسيوم وزي ما قلنا وظيفه مع الصوديوم بخلاف أهميته الخاصة بقى لتوازن ضربات القلب ومهم كمان هو لاندفاع الدم المزبوط عبر العضلات البوتاسيوم ده مهم قوي يا جماعة البوتاسيوم مهم قوي للقلب والجسم بشكل عام البوتاسيوم أهم مصادره الغذائية إيه؟ الموز، الطماطم، البطاطا، الأفوكادو، التفاح، الطمر اللي هو البلح الجزر، البروكلي، البرتقان، الردة، السمك، الفراخ، اللحمة، الحليب ومشتقاته والسوديومولكولورايد بيساعدوا الجسم على امتصاص البوتاسيوم بينما اللي يمنع امتصاصه زيادة الملح والقهوة والكحول وأدوية اللي بتتاخد لما اليوريك أسيدي بعالي لأدوية النقرس وبرضو بعض مدرات البول وبعض المضادات الحيوية والملينات المغنيسيوم هو رابع المعدن الأساسية وبرضو هو ضروري لوظائف العضلات والأعصاب وإنتاج الطاقة والحفاظ على أداء القلب وقوة العظام وبرضو مهم التوازن الكالسيوم المغنيسيوم ده موجود في الفاصولية الخضرة من أهم مصادره المكسرات، الخميرة، الخبز الكامل، الماكارونا، البسلة، المأكلات البحرية، الفواكه المجففة الكالسيوم وفيتامين دال والفوسفور يزودوا امتصاص الجسم للمغنيسيوم طب إيه اللي يمنع امتصاص الجسم للمغنيسيوم بأهميته دي؟ مضادات الحموضة، وبعض الأدوية المدرة للبول، وبعض المضادات الحيوية والكحول أما خامس المعادن الأساسية فهو الفوسفور وبرضو هو مسؤول عن قوة العظام وإنتاج الطاقة موجود في اللحمة والسمك والحليب ومشتقاته موجود في المكسرات والردة والقرع العسلي وحبوب السمسم وبزور عباد الشمس على فكرة دي بتتحط أحياناً كتير دلوقتي في المخبوزات وبتتعامل أحياناً في الشربة كمان والكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين دال يزودوا امتصاصه والعكس الألمونيوم يمنع امتصاصه أما سادس المعادن الأساسية فهو الكولورايد وده اللي بيؤدي الوظائف الأساسية للمعادن زي ما خلاص كلنا حفظنا تنظيم التوازن السوائل في الجسم تنظيم ضغط الدم الحفاظ على توازن الحمضي القلوي وهكذا الكولورايد متوفر في ملح الطعام في الزتون في صلصة الطماطم في الجبنة بأنواعها الفول السوداني السوديوم والبوتاسيوم يساعدوا على امتصاص الكولورايد والحمد لله لن فيش حاجة تمنع امتصاصه أما المعدن السابع والأخير من المعدن الأساسية فهو الكابريت وعلى فكرة بيسموه معدن الجمال لأهميته الكبيرة لصحة جمال البشرة والشعر والأظافر هو كمان ضروري جدا عشان الجسم يستفيد من البروتينات ولودور برضو مهم قوي في حماية الخلايا من عمليات الأجسادة على فكرة الكابريت كمان ضروري جدا في تصنيع الأدوية المضادة للتسمم الكابريت موجود في البيض واللحمة والسمك والفراخ والكبدة والقلب والكلاوي وموجود كمان في السبانخ والمكسرات والفواكه المجففة والخبز بأنواع البيوتين يساعد الجسم على امتصاص الكابريت وبرضو الحمد لله أنه ما فيش عنصر تاني يمنع امتصاصه